الله أنت ولينا فكلنا عند الرجاء فما لنا رب سوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم في بداية شهر رمضان المبارك نقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي أواخر شهر رمضان المبارك نقرأ قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين في هذه الآية المباركة إشارة إلى شرط قبول الأعمال ومن الأعمال صيام شهر رمضان المبارك في هذه الآية أداة حصر إنما أي أن الله عز وجل يتقبل من يصل إلى برحلة التقوى الصوب من الأعمال الموصلة للإنسان لعلكم تتقون المرجو من الإنسان المؤمن من خلال الصيام شهر رمضان المبارك أن يصل إلى مرحلة التقوى أن يشعر بأنه وصل إلى ما أراد الله منه لعلكم تتقون ربما قائل يقول وهذا السؤال في غاية الأهمية كيف يشعر الإنسان بأنه وصل إلى مرحلة التقوى إذا أراد الله منا الصوم من أجل أن نصل إلى مرحلة لعلكم تتقون والله تبارك وتعالى يتقبل الأعمال من المتقون أو من المتقين لعلكم تتقون كيف نشعر بأننا وصلنا إلى هذه المرحلة فنكون فزنا فوزا عظيما إذا أحس الإنسان بأنه وصل إلى هذه الحالة من خلال التغيير التغيير من أبرز علامات قبول الأعمال سواء كان هذا العمل صوم صلاة حاج لأن الله يقول يتقبل من المتقين فإذا أحس الصائم من خلال صومه في شهر رمضان المبارك وصل إلى مرحلة التغيير فإنه فاز فوزا عظيما وكان من السعداء حيث كم من صائم لا يستفيد من صومه إلا العطش والجوع وهذا بمعنى الصوم العام والمؤمن ينبغي من خلال صومه في شهر رمضان المبارك أن يصل إلى مرحلة التتقون يشعر إذا شعر الإنسان وأحس بذاته التغيير التغيير الأخلاقي حيث قال النبي صلى الله عليه وآله في خطبته المعروفة أيها الناس من حسن خلقه في هذا الشهر فمن رأى التغيير في أخلاقه في سلوكه مع الآخرين مثلاً كان ما قبل شهر رمضان رجل عصبي المزاج دائماً معصب على كل صغيرة وكبيرة في حالة من الغضب والغضب مفتاح كل شر إذا أحس من خلال صومه في شهر رمضان المبارك قد تغيره من ناحية الأخلاقية فبعدما كان كثير الغضب وصل إلى مرحلة الحلم والعفو وكضم الغيض فتغير يشعر بأنه تغير بسلوكه مع الآخرين فهذا علامة من علامات قبول الصيام والعمل كان سيء الأخلاق مع الآخرين مع زوجته مع أبنائه يدخل بيته وهو عبوس قمطريره ولكن من خلال صومه لشهر رمضان المبارك رأى علامة التغيير على نفسه رأى أصبح إنسان حليم الآخرين أحسوا بالتغيير في هذا الإنسان وهو شعر بذلك فهذا التغيير دليل من الأدلة على التغيير دليل على أنه وصل إلى مقام إنما يتقبل الله من المتقين إذن التغيير الأخلاقي مهم جدا من خلال صومه في شهر رمضان المبارك التغيير الإيماني كان مستخف بصلاته ما قبل شهر رمضان كان مستخف بكثير من القضايا الإيمانية ولكن من خلال صومه في شهر رمضان المبارك يشعر بأنه تغير إيمانيا أصبح ملتزم بالصلاة بأول الوقت بشروط الصلاة بأهداف الصلاة إذا أحس بارتباط بالله عز وجل من خلال الصلاة من خلال قراءة القرآن من خلال أداء نوافل اليومية من خلال صلاة الليل من خلال المناجاة والدعاء فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فأبرز علامة التغيير أنه تغير أبرز علامة قبول العمل التغيير الإيماني قبل شهر رمضان كان لا يلتزم بأوقات الصلاة أكثر صلوات كانت قضاء والصلاة صل بين العبد وربه ولكن يشعر الآن من خلال صومه من خلال التزام في شهر رمضان المبارك بأنه واقعا تغير فأصبح يلتزم بالصلاة بأول الوقت يصلي صلاة الخشوع في الحديث القدسي الله يخاطب الإنسان في حال الصلاة لما يكبر الإنسان الله أكبر يقول تعالى له عبدي تناديني وتنصرف إلى غيري فإنك لا ترى من هو أفضل مني هذا الصائم من خلال صومه ومن خلال التزام بالصلاة يشعر بأنه وصل إلى مقام الخشوع في الصلاة وحضور القلب في الصلاة فهذه علامة من علامات التغيير الذي به يصل إلى مقام إنما يتقبل الله من المتقين ومن أبرز علامات التغيير الحصول على الاستقامة فاستقم كما أمرت كان في شهر رمضان المبارك يواضب على الصلاة والحضور في المساجد وقراءة القرآن الكريم يقضي ساعات في اليوم والليل بقراءة القرآن والدعاء والصلاة يؤدي صلوات المستحبة كان كثير الدعاء فإذا استقامه واستمر على عباداته ما قبل ما بعد شهر رمضان فإنه وصل إلى مقام إنما يتقبل الله من المتقين الاستقامة أي الاستمرارية على العمل أغلب الناس وللأسف الشديد ربما في يوم العيد وما بعد العيد إما أن يتوقف عن قراءة القرآن وعن الصلاة بالخشوع وحضور المساجد وإما تدريجياً يبدأ يستخف بذلك ويتوقف وكأنه يقول بلسان الحال ولسان العمل للقرآن هذا فراق بيني وبينك إلى رمضان قادم إلى شهر رمضان ثاني فالاستقامة في العمل دليل على قبول الأعمال وقبول الأعمال شرط هو التغيير والاستقامة فالالتزام بذلك هو المهم من أجل الاستمرارية على العمل وحصول التغيير في السلوك في الدعاء نقرأ أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه فإذا حس الإنسان لا يزال هناك بعض الذنوب والأخطاء لم يتب إلى الله منها فعليه أن يبادر قبل الانتهاء من شهر رمضان المبارك ليغفر الله له جميع ذنوبه الإنسان الذي يصوم صوم المتقين يخرج من شهر رمضان كيوم ولدته أمه ولكن عليك الاستقامة والاستمرارية بذلك حتى تحافظ على ذلك من خلال الأحاديث والروايات الواردة في باب الدعاء لوداع شهر رمضان المبارك نرى أن في هذه الأدعية الوداعية لشهر رمضان من أجل تثبيت موضوع الاستقامة والاستمرارية على التقوى جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه يدخل على النبي صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر رمضان فيقول له النبي يا جابر هذه آخر جمعة من شهر رمضان فودعه وقل اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما فإنه من قال ذلك ظفر بأحد الحسنيين إما ببلوغ شهر رمضان قابل الله يطول عمر إلى شهر رمضان قادم أو بغفران الله ورحمته لاحظ هذه الكلمة مرحوما إذا وصلت إلى مرحلة أيها الصائم أن تشعر بأن الله جعلك مرحوما ولم يجعلك محروما أجواء شهر رمضان المبارك الإيمانية يستدعي وصول الإنسان إلى التقوى ولكن إن كان صومه صوم المتقين فيصل إلى هذا المقام العظيم مقام التقوى الإمام زين العابدين صلوات الله عليه أيضا له دعاء في وداع شهر رمضان يقول وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد وصحبنا صحبة مبرور وربحنا أفضل أرباح العالمين ثم قد فارقنا عن تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده فنحن مودعوا وداع من عز فراقه علينا إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة من التغيير الأخلاقي والإيماني وحال من التقوى يشعر في نفسه صفة التقوى الخوف من الله عز وجل إذا وصل إلى هذا المقام فإنه يكون قد وصل إلى مقام إنما يتقبل الله من المتقين فحصول التغيير من علامات قبول الصلاة إذا رأى صلاته تنهى عن فحشاء والمنكر فإنه يكون وصل إلى مبتغى الصلاة والحج والصوم وغير ذلك من هذه الصفات فهذه من علامات القبول وفي خطبة الإمام علي عليه السلام من شروط قبول الصوم شهر رمضان دفع زكاة الفطرة فيقول في خطبته المشهورة وأدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم وفريضة واجبة من ربكم إلى أن يقول بعد أن يذكر كم وكيف من زكاة الفطرة يقول عصمنا الله وإياكم بالتقوى وجعل الآخر خير لنا ولكم من الأولى أعزائي أختم حديثي بهذا الكلام الطيب من إمام المتقين وهو يبشرنا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يبشرنا بهذه الكلمات فيقول وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ أَدْنَى مَالُ الصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ أَقَلْ مَا يُعْطَى أن يُنَادِيَهُمْ مَلِكَ في آخر يوم من شهر رمضان أُبْشُرُوا عِبَادَ اللَّهِ فَقَدْ غَفِرَ لَكُمْ مَا سَلَفَ مِنْ ذِنُوبِكُمْ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ فِي مَا تَسْتَأْنِفُونَ الله ببشارة من الملائكة قد غفر الله لكم ما تأخر من الذنوب وما سلف من ذنوبكم ولكن انظروا فيما تستأنفون تبدأ باستمرارية على أعمال الخير اللي كنت تقوم بها في شهر رمضان المبارك نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وأن نستمر على التقوى وأن نستمر على طاعة الله عز وجل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين الله أنت ولينا فكلنا عند الرجاء فما لنا رب سواك نرجوه ليقبلك